من الأخبار اللي يعني بتستحوذ انتباه الناس وبتترك انتباعا جيدا الناس في مصر تتابع خطوات النائب العام الجديد بكل احترام ويعني كل يوم بيثبت لنا أنه النيابة المصرية هي نيابة عصرية وحديثة وتتفاهم طبيعة المجتمع المصري لكل شباب دلوقتي ومعظمه من الشباب وأغلبيته وتتفاهم تقنيات العصر الحديث فلأول مرة النائب العام بيعلن أن تلقي مظالم وشكاوى المواطنين سيكون عبر الواتساب نيابة العامة خصصة رقم يعني ياريت زميلنا يجيبوننا بقى رقم على الواتساب رقم 0111-755-959 ثاني 041-755-959 خصصة النيابة العامة هذا الرقم لتلقي الشكاوى والمظالم عبر الواتساب يعني منفعش تتصل بيه بس ينفع تبعث له رسالة من الموبايل بتاعك عندك هتقول لي طب يعني يعني أنا ما أحب أبلغ بلاغ أبعت على الحكاية دي خلي بالك النائب العام يختص بكل شيء يختص بكل شيء طيب مثلا هو هيقول لك والله أنا اتخنقت مع جاري وهبعت رسالة على الموبايل ده هو هيقول لك توجه إلى المكان الفلاني النيابة كذا المختصة والقسم الفلاني المختص لكن افرد عندك تظلم من قرار أو عندك وجيعة كبيرة أو مسؤول كبير ولا حاجة في الزمن اللي إحنا فيه ده ضغط على نفسك فأنت فاكر إن البلد ما فيها سيادة قانون فبتقول أنا خايف أبلغ لحسن يقبض علي ولا يتلككلي ما بقاش فيه الكلام دوا مش موجود النائب العام بنفسه عام الرقم عشان تبعت على الواتساب بتقول له فلان الفلاني ده اللي فاكر نفسه مسنود بيهددني ما بقاش عندنا في مصر الكلام ده خلاص النائب العام موجود والقانون موجود أو أنا شفت جريمة في الاعتداء على المال العام إحنا بقى بنبني ونعمر ونعمل واحد جهر حط إيده على حتة أرض كبيرة جدا أنا سيبه أسكت ده الأرض إحنا بنعمل طرق وبتاع لا أروح مقدم شاكو على طول أو شايف واحد بياخد رشوة كل دي حاجات يعني شوف أي شيء يخص الدولة المصرية وما تملكه شوف مش بس ماديا ومعنويا يخص النائب العام شوفت عملية ضرب مبرح لأطفال مثلا شوفت عملية تنمر أي حاجة شوف معنويا وماديا تخص النيابة العامة بالقانون تستطيع النيابة العامة التدخل والتحقيق وحبس وكل شيء وإنصاف المظلوم فلذلك النيابة العامة خصصت هذا الرقم عشان يعني حضرتك تبعث الشكوى الشكوى دي بتاعتك هتاخد رقم برضو يعني لما تبعث تقول والله أنا بشتكي من كذا وكذا كذا هقول لك والله أنت النهاردة 26 نوفمبر أنت قدمت شكوى برقم 889 وهيبقى عندك رقم وتقدر تسأل عليها بعد كذا كل التحية والتقدير لنيابة العامة المصرية وسادة المشار الجليل حماد الصاوي اللي أعتقد أنه يعني كل القانونيين مستبشرين خير في وجود النائب العام حماد الصاوي والخطوات اللي بتتخذ والبيانات المحترمة المحترمة اللي بتطلع في توقيتها أصبحت تجب كثير من الإشاعات اللي بتطلع فيه مجتمعا ترجمة نانسي قنقر